صباح الخير لجميع الانضمون في هذه اللحظات لهذا المشوار الصباحي وفي هذا المشوار الصباحي أيضا والبداية كالعادي مع أبرز العنوين الإخباري أعرب رئيس القائمة المشتركة نائب أيمن عودي عن عدم رضاه من البيان الذي صدر بعض الاجتماع الذي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل مع منسقة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في دريكا موغيريني في إطار النشاط الدولي الذي تقوم به القائمة المشتركة ضد قانون القومية وكانت موغيريني قد اعتبرت قانون القومية شأنا داخليا إسرائيليا موضحة أن الاتحاد الأوروبي يحترم النقاش الداخلي الجاري في إسرائيل في هذا السياق وسيواصل رصد الآثار المترتبة على تطبيقه بدوره أكد رئيس القائمة المشتركة نائب عودي أنه على علم بالضغوطات الإسرائيلية التي تعرضت لها منسقة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في سبيل عدم قابولها استقبال وفد القائمة المشتركة وأشار عودي إلى محدودية العمل الدولي قائلا إنه يعي أن سياسات الدول تسير في نهاية المطاف وفقا للمصالح وليس وفقا لقيم أخلاقية وفي نفس الوقت ستواصل القائمة المشتركة في توسيع علاقاتها الدولية ننتقل إلى شأن آخر إذن عفاف والحديث عن إطلاق سراح منفذي الاعتداء العنصري الذي تم وأجري على ثلاثة شبان من مدينة شفا عمر حيث أطلقت محكمة الصلح سراح آخر المعتقلين في قضية الاعتداء العنصري على شبان شفا عمرين الثلاثة في منطقة كريات حايم قبل نحو أسبوعين فيما حولت المحكمة المعتقلين الاثنين في القضية إلى الحبس المنزلي لمدة ستة أيام وتم إطلاق سراح المعتقلين بدعوة أن التحقيق وصل إلى طريق مسدود وسيتم إغلاق الملف فيما أعلنت دفاع عنهم أنه سيقدم دعوة ضد الشرطة بسبب حبسها لموكله صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس على بناء 75 وحدة استيطانية في بلدة بيت حنينة الفلسطينية شرقي القدس في سابقة هي الأولى من نوعها أجاء ذلك تزامنا مع هدم جرفات بلدية الاحتلال في القدس منزلين في سلوان وبيت حنينة وذلك بذريعة البناء دون ترخيص قبل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة قبل برفض واستنكار واسع من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وحركات وطنية اعتبرت هذا الإجراء استعماريا وجريمة حرب منظمة التحرير الفلسطينية حذرت حكومة الاحتلال من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة أو تهجير سكانها كما دعت إلى ضرورة التحرك الجاد لوقف هذه القرارات الجائرة بحق شعبنا وأرضه في السياق ذاته إذن عفاف أعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف عن بدء الاعتصام المفتوح للتصدي لقرار الاحتلال هدم قرية خان الأحمر وترحيل سكانها داعيا أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم واعتبر عساف خلال مؤتمر صحفي قرار محكمة الاحتلال إعلان تطهيرا عرقي بحق شعبنا لافتا إلى أن إسرائيل أنهت الملف وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكان القرية بعث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي آيزينكوت وثيقة مفصلة إلى الغزراء في المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وأعضاء اللجنة الخارجية للكناسة يتعهد فيها بأن الجيش الإسرائيلي بدرجة جاهزية عالية لأي حرب قادمة وبحسب مصادر صحفية إسرائيلية تعتبر الخطوة هذه استثنائية وتأتي ردا على الانتقادات التي وجهت بشأن مستوى جاهزية الجيش للحرب كما تتزامن هذه الوافقة الإسرائيلية مع التلويح بالحرب على لبنان وقطاع غزة إضافة إلى الهجمات المتواصلة على الأراضي السورية أعلنت وزارة خارجية البراغوي أنها قررت إعادة سفارة بلادها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي وتنفيذا لالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وبذلك بذلت الخارجية الفلسطينية جهدا كبيرا في هذا الصدد من خلال لقاءات تمخضت عن اتفاق البلدين أن يتم ذلك بهدوء وأن يصدر القرار عن خارجية البراغوي بدايات سبتمبر أيلول الجاري وإلى عنوان آخر أدت تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل إلى إصدار شركة تويتر تهديد بحظر حسابه بعد أن أكدت أن سياستها لا تستثني أحدا بما في ذلك ترامب قسم شؤون القانونية والسياسية في شركة تويتر أكد أن هذا الأمر ليس استثناء شاملا للرئيس أو لأي شخص آخر وإتي ذلك بعد أن دعا النقاد مرارا وتكرارا إلى حذف حساب تويتر الخاص بدونالد ترامب وتعتبر تهديدات تويتر الحالية هي تلميحا واضحا إلى إمكانية اتخاذ قرار بفرض عقوبات على رئيس الولايات المتحدة وإيقافه مؤقتا من نشر التغريدات المسيئة يعني عفاف انتبهي لأي تغريدات مش متوقعة ومش محسوبة عندك على تويتر ممكن يحفوه فش حصانة لترامب فش حصانة إليك تعرف أمير احترمت سياسة هذه الشبكة أو هذا الموقع نحكي على رئيس دولي عظمى ولكن بما أنه عم بيقوم بأمور تتعارض مع سياستها فممكن يكون هذا القرار قابل للتطبيق والتنفيذ بالفعل وهذا يعني كمان هنا تعليق صغير على الموضوع في المقابل في مثال مناقد ربما ومعاكس واللي هو فيسبوك واللي تمشي بحسب سياسة الدول وأشخاص اللي هنم مؤثرين وبتحذف حسابات ربما لأشخاص اللي بانتقدوهن أو بيوجولهن نقد لاذع وفي هذا العالم ننتقل إلى عالم آخر وهو عالم تقنيات وتكنولوجيا حيث أكد مسؤول كبير في شركة سامسونج أن المؤسسة الرائدة في صناعات الهواتف الذكية ستعرن عن جهاز ذي شاشة قابلة للطيق قبل نهاية العام الحالي وكانت عدة تقارير تقنية قد رجحت أن تطرح سامسونج هاتفا بهذه المواصفات الثورية لكن الأمر بات محسوما هذه المرة بعدما ورد الأمر على لسان مدير الهواتف الذكية في شركة سامسونج خلال مقابلة تلفزيونية وفي غضون ذلك لم تشير الشركة إلى تاريخ محتمل لبدء بيع الهاتف لكن الإعلان عن الجهاز قد يتم في مؤتمر كبير في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل سيكون مثير للفضول سمارتفون نحن متعودين من أيام نوكيا وسامسونج الأجهزة القديمة ليس في عصر الهواتف الذكية بس وقت نوكيا عفاف ما كانش كثير فيها أي التنافسي العالي لأنه ما كانش فيه كمان كثير شركات منافسة بفكر كان فيه نوكيا وسامسونج وسامسونج كانت وقتها مش بالزبط محسوبة على الخريطة تبعت الهواتف صحيح كانت نوكيا الرائدة في حينه طبعا نوكيا اللي قامت الأنتين من التلفون وبالتالي بلشت شوي في هذا العصر تبع الصور والتلفنات الملونة قبل سامسونج نحكي على عصر حجري مع أنه يعني إحنا عصرنا هاي الفترة فمن أنه نحكي عن تسريبات عفاف قلنا أخذك على عالم ثاني وهو فيما يخص شركات أخرى تصدر هواتف ذكية شهدت السنوات الأخيرة إذن تسريبات لعدة هواتف ذكية قبل طرحها فعليا في الأسواق والإعلان عنها من الشركات المصنعة بشكل رسمي لأن تسريب صور هاتف جوجل الجديد كانت مختلفة تماما فقد تسربت يا أمير مجموعة من الصور للهاتف الجديد الذي لم تعلن جوجل عن موعد إطلاقه رسميا بعد أن تركه أحد الأكاب في الجزء الخلفي من سيارة أجرى وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية وعندما تفقد السائق سائق السيارة ووجد الهاتف أدرك أنه النسخة الجديدة من هاتف جوجل الذي لم يطلق بعد لكونه يملك شعار الشركة في الواجهة الخلفية للهاتف وأنا هيك بشكر بس الكنترول على أنه بالفعل لأ الصورة الدقيقة للهاتف المسرب وعرضناه على الشاشة خلال الخبر جوجل كمان صارت منافس قوي هاي كمان دخلت إلى عالم المنافسة بأجهزة أو الأجهزة الذكية بس عن جد تلفون جديد بيطلع مع شخص بالتاكسي وهيك بيضلوش بالمختبرات هذا كمان سؤال يمكن بعضه مش بتعود عليه تعرف عن جد فعلا بتكون عادة أغلب التسريبات صارت بسبب أنه بيكون فيه يمكن تلفون أو هاتف تجريبي اللي بيستعملوه بعض الأشخاص اللي هني بيشتغلوا في هاي الشركات الكبيرة نيالهم أنه بيجربوا التلفونات وبعتوا نقد عليها قبل ما تطلع على السوق ويستعملها المستخدمون انتهت الفقرة الإخبارية